احنا نشكر الله تبارك وتعالى والاخوة في العتبة الحسينية اللي يقومون بهذا الدور الجبار في نقل الزوار من مكان الى اخر وتسهيل عملية الوصول وايضا الخروج من كربلا هناك اكثر من اسبوع ولكن نرى ان كربلا امتلأت بالزائرين امتلأت بالمشاية وهذه المشاية التي تنظرون اليها عبر القنوات الفضائية نساء ورجال حتى يثبت للجميع ان التوجه الى كربلا لم يختص بالنساء وبالرجال وبالاطفال وانما جميع الاعمار الكل يتوجه الى كربلا وهذا دليل ان هناك بيع حقيقية مع الامام الحسين الذي يعمل ويخدم لكربلا انما يعمل لاخرته ولكن الذي يقصر في خدمة كربلا سوى كان مسؤولا او غير مسؤول الذي بامكانه ان يقدم ادنى خدمة لمدينة الحسين لمدينة كربلا